بسم الله الرحيم وتحياتي للجميع طبعا كنت أصور هذه الدروس لحالي بفيديو لحال بس والله إلي صديق اسمه علي كان عم بيبعتلي بيقول لي أنا هي بس المباشرات لريال مدريد وبرشلونا فقلت ما إحنا مصورين ومصورين بنطلع مباشر بنحكي بالدروس اللي عندي بشوف شوية التعليقات عندكم وبنتناقش فيها بعد قمة جميلة جدا من ميلان والإنتر قمة أنا من الناس اللي تربت على الكالتشو هيك بتحس بحماس الجمهور ببعض التفاصيل الأخيرة الواحد ترجع له ذاكرة أيام زمان أيام ما كنت أقول أستنى ديربي جنوى وسامدوريا عشان أحضر وأستمتع فيه أيام ما كنت أهتم بديربي كتانيا مع بليرمو كانت كرة قدم مختلفة بإيطاليا صعب ترجع لذلك العز لجنة كرة القدم ذلك المستوى بس مباراة بتحينها في أمل يرجعوا ولو شوي في اللي كان موجود زمان هنحكي بدروس المباراة هشوف تعليقاتكم خلالها وحبلش أرمها ونرجع فيها أول شي شفنا آخر عشر دقائق غيرت انطباعنا جميعنا الميلانيين أكيد بيطلع بقولوا يا خسارة كان لازم نفوز مع أنه للدقيقة سبعين كان يقولوا الحمد لله متعدلين هذا العدل هذا الواقع يعني عشان ما ننخدع بآخر عشر دقائق بس بآخر عشر دقائق شفنا السلاح الحقيقي للميلان هذا الموسم السلاح اللي بيخليه بالصدارة السلاح اللي بيخليه قاتل هذا الرغبة الغير طبيعية هذا الحماس المش طبيعي هذا الحركية اللي بتنخلق فجأة والتضحيات اللي بتصير فجأة وبشكل غير طبيعي من بعض اللاعبين كلهم بيحسوا حالهم لعبين عاديين مش سوبرستارز ومستعدين يعملوا البدوية الفريق من أجل النفوز هذا الحماس هذا الاندفاع صعب يتقاوم بالدور الإيطالي اللي مش متعود على هذا الرتم وعهذه التضحيات لهذا الليفل وبالتالي كان اللي شفناه أخر عشر دقائق فكان ميلان يفوق لو لا كيسي مضيع فرصة فرصة هون فرصة هون وهندانوفيتش هون وصمود يؤخذ للي فاعل انتر هذا السلاح الأساسي هذا الدرس الأول اللي بنحكي عنه اللي بيحكوا عن نزلتان حرجع لهم ما تخافوش محن الدروس الشي الثاني هجوميا لو جينا نتكلم عن الفريقين بتحس الانتر عنده أفكار هجومية أكثر من الميلان الميلان بتحس بالثورة الأخير بصير الموضوع فيه نوع من المبادرة الفردية اللعب يسدد اللعب يدخل زي ريبتش يندفع زلتان يلف يشوت الانتر بتحس أفكاره الجماعية الهجومية أكثر من أفكار الانتر أكثر من أفكار الميلان وهذا طبيعي لأنه مع كونتي هذا الفريق راح لمستوى ثاني ثقته بنفسه أعلى معظم لعبته خبرتهم أكبر متعودين صاروا على أنهم هم المطالبين بالانتصارات فبالتالي دائما بتطور هذا الفريق من الناحية الهجومية أكثر من منافسه هذا الشيء حسنا اليوم الانتر كان هذه فرقة معه يعني الانتر فعليا هذه واضحة كانت عنده وهو أعلى من حيث الأفكار الهجومية أمام الميلان الميلان فريق بيقاتل فريق منظم فريق بيحاول لكن هو بالنهاية فريق مش لسه بنضج الانتر وخبرة الانتر بتحسهم أخبر وأكثر نضجا لكن روحهم وحماستهم وقدرتهم انهم يقاتلون لكل لحظة هي اللي بتخليهم حتى الآن في الصدر ونروح على درس التالت تون علي أنا هذا اللاعب بعشقه بحبه جدا بموت فيه اي ليش لأنه بذكرني ببيرله وأنا زلما بحب بيرله جدا وبتذكر أيام بيرله لمسته طلعت الكرة منه اليوم بوريه قداش هو مهم بضبط الرتم احتواء الأزمة احتواء الضغط صح طلع لأنه كان التفكير من بيولي استدراج ثم غدر بالحركة والسرعة لعشر دقائق لكن المايسترو هذا بيخلي الكل يلعب هذا المايسترو نصف قصة نجاح الميلا حتى الآن هذا الموسم هو اللي فرق معهم في خط الوسط هو اللي فرق معهم بضبط المباراة باتجاه الرتم تغيير اتجاه اللعب لا لا بيرله صغير أتمنى 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 ما ينصدم وما ينرجع نشوفه يرجع احتياطي ويظل يمكمل لأنه لاعب لو كمل هي ممتاز جدا 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 إن شاء الله لاعب ممتاز جدا أتمنى يكمل بصراحة هذا بالنسبة لا تنالي طبعا بالنسبة لقمة إيطاليا اليوم عودة الكرة الإيطالية في أمل لسبب وأنا بحضر بقول طيب أنا بشجع اليو في صاحبي والله بشجع ميلان وببعتلي في لهم بشجع الانتر الأندي الإيطالي مش الأندي الفرنسية لأنك مش عم تبني من لا شيء الأندي هاي لها شعبية حول العالم ويوما ما كان ميلان أعلى النادي الشعبية في العالم أساسا فبالتالي العشق موجود الحنين موجود كل المطلوب يعطونا كرة قدم تنحضر حلوة مش مملة مدرجات مليانة عشان ما نمل زي ما كان يصير زمان ويظلم كل شوية جيبوا لاعبين بنعرفهم هذا الشيء اللي ممكن يرجح بالدور الإيطالي مش هيازم لبريمير ليج لأنه فيه فارق مالي رهيب بس هم محتاجين أيضا يطوروا نفسهم ماليا يعني اليوم صراحة حرام قاعدين منحضر المباراة على اليوتيوب تخيلوا منحضر المباراة قمة ديربي منجانة على اليوتيوب لأنهم عم بفوضوا لأنهم عم بطلوا مبالغ شوية عالية بس عم بيخسروا فلوس السنة هذه وحتى لما إجا ناس يشتروا السنة هذه صاروا يقولونهم بس البيع لسنة واحدة مش هنبيع لتلت سنين شيء معقد شيء فيه شيء غلط من النموذج التجاري محتاجين يفكروا فيه لو بدهم يكملوا بالنسبة للزلتان وهذا السؤال سألوني نياع عنه سألوني عن بن ناصر خلينا نجاوبهم مع بعض أنا شخصيا عندي قناعة كالآتي ممكن جمهير من الآن ما تعجبهم المباراة اللي فيها حركية وتعب وفيها احتكاك وفيها ضغط من أول دقيقة بفضل الزلتان ينزل أخر 20 دقيقة بعدما الخصم يكون شوي شوي بلش يهدى بعدما المباراة تكون شوي شوي بلشت تكون قادر الزلتان كلاعب بعشرين دقيقة يكون يكافح ويكون مبين بسرعة أحسن بحركية أفضل داخل منطقة الجزاء أو حول منطقة الجزاء لأنه اللي بصير هيك انت عب تنسنزفه 30 دقيقة أول 20-30 دقيقة بعدين بيخطفي بعدين رجع ظهر آخر شي وما ظهر كما يجب أنا مقتنع أنه الزلتان لازم يفدأ هاي المباريات الصعبة المعقدة اللي فيها حركية كتير وسرعة كتير بس في مدربين بيحسبها بشي ثاني بيقولك لا أنا بدي لعب شخصيته قوية عقليته الانتصارية مهمة الهامه اللي حوله مهم بقى تستغني عن الجانب الحركي بطلب من اللاعبين الآخرين يعوضوه بطلب يضحه وبداله مع أنه هو نفسه ما بيرضى لأنه اليوم اللي شفته الزلتان بحاول يضغط بحاول يتعب بس بعد شوي خرج ما قدر يكمل هذا بالنسبة لزلتان بالنسبة لبن ناصر هو لعب ممتاز بس مشكلة بن ناصر إنه الآن ما بين خيارين يعني عند المدرد عنده كسين اللي بيعطيه جانب بدني أحسن من بن ناصر وحركي أحسن بن ناصر بغض النظر عن أخطاءه اليوم وهفواته العجيب الغريبة بس وعنده تونالي اللي على الجانب التقني وعلى جانب إدارة اللعب وصناعة اللعب أفضل وبلعب بمحورين صح؟ لأنه بلعب أربع بين ثلاثة واحد فبلعب بواحد وادامهم فهذول الاثنين كل واحد يبيعطيه شيء كثير مثالي بالناصر ما بين هذول الاثنين بيقدر يعطيك جزء من كسين كس جزء من تونالي بس لو أعطيته ونزلته مع كسين هتفقد الجانب التقني اللي هو جانب تونالي ولو نزلته مع تونالي هتفقد الحركي البدنية الأكثر نقول بدنية أكثر مع كسين فأعتقد هذا اللي بيخليه شوي شوي كأنه الثالث على هذول الاثنين لكن اللي أنا مؤمن فيه بمباراة اليوم حتخلي يعني بيولي يفكر كمان إنه كمية الأخطاء اللي ارتكبها كسين فيها نوع من التركيز ومشكلة ذهنية بلس إنه اللاعب ممكن يطلع مجانا طب أنا ليش أراهن على لاعب حيطلع مجانا وأنسى لاعب مستمر معي فأنا لأ أنا بحطي اللاعب المستمر معي يلعب واللي بيطلع مجانا بصفه على الجن بس المشكلة الآن الكل عم بيلعب فأنا بحكي لكم أنا هذا التفكير هذا بالنسبة لأخطاءك السيئة مباراة سيئة لا لاعب بلشت مع المباراة أساسا سيئة بهذا الخطأ الغريب العجيب اللي عمله العناد وأنه أنا بدي أمر من اتنين وهي صعب صعب جدا بلش مباراة إنك أنت مرتكب ركل الجزاء بفريقك بقمة أمام منافس مباشرة على اللقب صعب بأثرت كثير عليه بشكل مهم هل عوض الإنتر حكيمي لا طبعا لأنه حكيمي كان هداف وكان صانع هداف وكان مصدر إزعاج للأبل يعني أنا بذكر مباراة اليوب مع الإنتر حكيمي كنا نعاني بدون حكيمي المباراة عادية في لعب سريع في لعب نلحقه وخلص بس في فرج حكيمي كان أذكى كان تقنيا أفضل من غيره طبعا في واحدة لازم نحكيها آخر واحدة اللي هي خروج جيكو خروج جيكو اليوم فرق مع الإنتر كان الإنتر عم بعتمال عليه كثير في صناعة اللعب وكان كل الأمور أما بالنسبة ل يعني خروج جيكو لما نكمل عنه كان الفريق بالقرارات الهوائية عم بيستفيد منه بالارتكاز عليه عم بيستفيد منه خروجه بصراحة كثير ضرر الإنتر وسمح لمي لأن يضغطهم أكبر أيضا بين لبتش ولياو شفنا فرق مهم اليوم لياو على المستوى المهاري على المستوى اليوم بهذا الموسم أحسن بكثير الموسم الماضي زي منعرف على مستوى الفاعلية بس الفرق بشخصية الفرق بشخصية الربتش عليياو أنه لعب مباشر لعب ياخد الكرة لعب يدخل على الملعب لعب شوت لعب دايريكت على المرمى بيزرع خطورة في نفس الخصم بخوفه وبنفس الوقت مزعج بروح على المرمى أكتر في بعض المواقب ببعض اللقاءات بدك إيه بأوقات معينة واليوم أنا بعتبر بليوني لعبها صح لعب بالوقت الأول 60-70 دقيقة بلعب تقني مهاري لعب يراوغ لعب ممكن ياخد لك فول ممكن يزعج الخصم بعدين بآخر 20 دقيقة صار بده لعب يروح على المرمى أكثر لأنه تركيز لعيم في الانتر إرهاقهم صار أقل فكان فيه مكان كثير أكبر تروح على المرمى فهذا الفرق بين الاثنين وأعتقد هو وعن بيستخدمهم بشكل كويس كويس فهذا بالنسبة طبعا عنا شو ضل معلومات إضافية واحد بيقولي هذا دوري مش مهم ودوري ضعيف طبعا هذا لازم نحكي إحنا على السؤال تاني هون إنه في ناس عندها ارتباط عاطفي ذهني مستحيل يلتغي بدوري الإيطالي مستحيل اللي عاش الدوري الإيطالي ما بين مثلا 98 و2006 وبشوف الناس شو بتحكي عن دوري إيطالي الآن بيعرف إنهم مش عم بيحكوا عن الدوري هداي لأنه عاشوا هداك الدوري وعاشوا أجواءه وجنون وتصريحاته ومدربينه والله العظيم أنا أحكي لكم شغلي بينه وبينكم لا ليجة ولا برمير ليج قدر يجيب هذيك السنين مستحيل مستحيل هذيك السنين كانت شيء آخر من كرة القدم برامجهم اللي يبرامجهم الحوارية هذيك مرة برامج قديمة لهم حوارية عشرين واحد وبيسيب مش طبيعي ويزبغلط على هذا وهذا بيحكي مش طبيعيين كانوا مجنين 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 طبعا ميلان محتاج جناح فعلا اللي واحد بيقول لي محتاج جناح أنا أعتقد ميلان محتاج جناح هجومي أيمن هداف ومحتاج أكثر توظيف إبراهيم دياز ربما كلاعب وسط هجومي لعب ممتاز بس طبعا يوم مبارا كانت شوية أكبر من واحد بيقول لي اهتم بيو بنتس تبعك شكرا هاهتم بيو بنتس تبعي بس هو ميلان إلك ولا الانترال إلك لأنه حدد لملكية النادي لمين طبعا تموري من اللاعبين اللي واحد سأني عن تموري تموري من اللاعبين بصراحة يعني بالنسبة إلي صدمني يعني تموري لما رأى ميلان ما كنت توقع ذلك التأثير أنا شخصيا أنا شخصيا ما كنت توقع الآن نحن نتكلم عن واحد ميلان أنا أعتقد ميلان إحنا ما بنتكلم عن فريق كامل اللي بقول اللي بيده ظهير ولي بيقول اللي بيده كذا ما بنتكلم عن فريق كامل كأفراد لكن بنتكلم على فريق كامل كمجموعة بس يعني بنتكلم على فريق كامل كمجموعة لابقرأ كنت سؤال عن ميلان وزلتان بتكلم عن فريق كامل كمجموعة كفريق حركية فريق تضحيات في ناس بيقولوا ميلان بدوا محاجم أسرع من زلتان انا اعتقد ذلك الموسم الجاي يعني اعتقد الموسم الجاي ميلانا راح يفكر بمهاجم اكثر شبابا مهاجم يبني عليه للمستقبل لانه خلص يعني انت بتاخد مراحل وللعلم يعني حتى الاندي اللي كانت عم تنبني يعني مثلا زي اليوبي لما جاء بلش بكوارياليلا وفوجينتش كانوا لاعبين خبرة في الدورة الايطالية عم بجبوه لك عم بزاعدوك الانزلتان لاعب عمره كبير وبنعرف باي لحظة ممكن يقرر يعتزل بهذا العمر فلما يطلع يكون عندك لاعب انت باني علي للمستقبل ما بصير دايما تبني لموسم موسم لانه بعدين بكرة حتغلط موسم واحد وبترجع لكل المباراة بالنسبة لا اللي بالنسبة الاخر شي طبعا بقضية الانتر اللي بيسألوا عن مسألة انه سيميون انزاقي خسر الدوري وميلان راح يجيب اللقب انا اعتقد اذا بنا نيجي لتطلع فيها نابولي بعيش ضغط اقل من ميلان ضغط اعلامي اقل من ميلان ليش لانه ما حدا شايفه لحد الان الكل بركز عن ميلان انه هون متصدر مع انه نابولي متصدر بيدوء حتى ذا كمرة بدور اشوف كم ناس كاتبين عن نابولي وصدارته قليل بس ميلان يتعادى الناس تحكي عنه انه ميلان اكبر من نابولي بكثير فهذا الشي الاول الشي الثاني نابولي عنده تشكيلة محترمة اساسيين واحتياطيين هذا الشي بفرق معه ومن هون احنا بنحكي انه ميلان بالمنافسة مع نابولي اعتقد هيعاني من هذه الشغلة الضغط عليه اعلى الرغبة انه يجيب الدوري عنده اعلى نابولي حيمشي يشوف وين لو راح دور ابطال حيكون مبسوط راح يجيب الدوري اشي ثاني ميلان عنده بعض اللاعبين بتحس اذا غابوا بتأثر كثير الان عنده غيابات ومشي امور بس انا بحس لو تونالي رجع نزل مستوى الفريق حيفقد كثير من اللي عم بيعمله لو لو تموري اختفى حيكون عندها مشكلة كبيرة عندهم في واحد بيقول ميلاني تجيب يوبيتش انا اعتقد يوبيتش مهاجم جيد مؤمن في مريا مدريد فممكن في هذا فممكن يكون هو الخيار الوحيد افضل سيناريو الخروج من الابطال وتروح تلعب بالدوري هذا الشي عمله نابولي عمله نابولي نفسه مع اليوفي ضحب كل شيء تتذكروا معساري فعشان يجيب اللقب يعني ضحب كل شيء عشان يجيب لقب الدوري واللي حصل انه اللاعبين اصبح بس يعني احتكاكهم في الدوري في الدوري في الدوري فصار توقف الدولي مشكلة توقفات الدوري عندهم عم يروحوا على الكأس فقدوا فقدوا تركيزهم باخر ثلاثة اربعة خمس مباريات في الدوري في مواقف حسمة جدا فبعض الاحيان كويس جدا تكون عم تلعب لكل المباريات كويس جدا تكون عم تلعب اكثر عشان تحضر اللاعبين كلهم بدنيا تسعين دقيقة يكونوا جاهزين المباريات لما ينصب لك لاعب يكون جاهز فمش دايما خروج من دور الابطال مفيد يعني بعض الاحيان كويس تلعب دوري ابطالي كويس تروح مثلا تعثرت بالدوري بتعادل تروح تلعب دوري يغير مزاجك فمهم جدا مش دايما الخروج هو الاريح مش دايما هو القرار الصحيح البعض انا بعتبر انه لا النادي الكبير لازم يتهندس على انه كبير وهذا بكل بساطة واحد يسألني بيقولي هل هذا الفيديو عن ميلان او عن الديربي احنا حكينا عن انتر حكينا عن ميلان بس يبدو انه معظم المتابعين ميلانيين يعني شو عملنا كذا كل الاسئلة عن ميلان انا باخد الاسئلة الموجودة عندي اه واحد بيقولي احتفل هل هذه قلة احترام في ايطاليا موقف كتير اتكرر يعني كيازا احتفل بيرناردسك احتفل بيرناردسك احتفل أمام فيورنتينا احتفل شهير كوادرادو لعب فيورنتينا السابقة احتفل يوم امس عادي ككلهم يحتفل إزلتال لو يجيب كولب اليوفي يعني غولب الانتر يعني عادي في ايطاليا هذه النزعة هذه التوتر مش موجود انتقالات عادة تروح من الميلان للانتر ليوفي من اليوفي للانتر الأمور طبيعية عندهم جدا بلوتي مناسب للميلان بلوتي كتير مفيد لميلان لسببين أولا أنه ما بخليهم يغيروا أسلوب اللعب الحالي بشبه الموجودين الشي الثاني أنه بيعرف الدوري الإيطالي مهم جدا ليش بيلعب كرونيتش كتير وخروج بارلا طبعا بارلا اليوم ما كان 100% كلاعب واضح أنه عنده أصلا مشكلة قبل ما يبلش أدأه كان أقل مما توقعت يعني بيولي إذا نحكي عن هذه المقارنة بيولي تفوق عليه كنت بتوقع منه أكثر يعني أكثر مبادرة فردية طبعه أكثر برغبة أكثر حتى حتى لو أجدت الكرة أو كرتين قريب من المرمى كنت بدي أشوفه بيسجل بطريقة أفضل أو يحسن بطريقة أفضل بس ما شفت منه هذا الشي فخروجه كان اضطراري بالنسبة للمدرب لأنه شافه مش عم بيعطيه قيم التكتيفين بديهم فرح راهن على خيارات أخرى طبعا كنا نتكلم عن بيلوتي وكنا نتكلم عن أنه مهاجم حكيت أنه حيكون مفيد لسببين أنه بيعرف دور الإيطالي وسبب الثاني أنه ما هيجبر الفريق أنه يتغير عن السلوبه الحالي واحد يقول من إحنا بني تعادلوا كثير بدري كثير بدري نتكلم بهذه المسألة الجولة 12 لازم نتذكر أنه السنة الماضية تقريبا لهون الأسبوع هذا كنا نتكلم عن منافسة كنا نتكلم عن منافسة ما بين الميلان والإنتر صفة آخر الدوري نتكلم عن ميلاني نتأهل ع دور الأبطال تغييرات إنزاجي وتغييرات بيولي طبعا الآن هننظر أنا وإنت وكل الناس على اللي شفناه فحنيجي نقول والله بيولي تفوق على إنزاجي بالتبديلات بعض الأحيان بتكون هي مسألة خيال يعني مسألة خيال مسألة خيال عند المدرب عند اللاعبين أقول لو نزلت فيدال حيفيدني بالجانب التقني حيروح موقف مثلا جهة بن ناصر أو جهة تنالي فحيسكره فلما أنزله ما يعملش هذا الشيء اللي أنا حاكيه يعمله فهذه مسألة التبديلات مشكلتها الحقيقية لما مدرب يكون عارف اللاعبين كويس وخلص بتصير مسألة أني أنا حاقول له يعمل شيء وحتمنى منه يصير شيء بس ما بصير هون بتبطل الشغلة شغلتي بصير شغلة عداء اللاعب بهذا اليوم وأعتقد هون تفوق بيولي على إنزاقي آه ثيو ثيو هرناندز ناس تسأل عن ثيو هرناندز ببساطة فعلا أثر كثير لأن ثيو هرناندز فكرة هجومية أنت بتخسر فكرة هجومية كاملة للفريق بتخسر فكرة أنه الجراح يمين للعبق ثيو بيدخل هنا ثيو عنده خيارات هذا الشيء مش موجود شوفنا اليوم أظهرت ميلان فعليا بدون تأثير هجومي ملموس بالنسبة لأنا باعتبر اللي صار في المباراة طبيعي جدا معني ما حدش يرون إنزاقي أنا باعتبر اللي صار في المباراة طبيعي جدا طبيعي جدا أنه IL ويميلان لا فيش بينهم ذلك الفارق الساحق في المستوى لا فيش بينهم ذلك الفارق الساحق في المستوى بكل بساطة لأنه لعبات الانتر كأفراد معظمهم لعبين جيدين بس ميش سوبرستارز بالنسبة لعبات ميلان فبالتالي صح أنه ما تسيطر علي ح acqus 90 دقيقة لأنه أنا كمان قوي عندي لعبين جيدين زيك بقدر أفاجأك فالطبيعة تصير هذا التناوب شوفنا بين اليوفي والإنتر هذا التناوب بين اليوفي وميلان شوفنا هذا التناوب لأنه ما فيش فارق المستوى بين الأندي حاليا فطبيعة يصير هذا التناوب ولأنه الاثنين ما فيش فيهم حدا فلسفته استحواذية مطلقة نقول لجوارديولا قاعد بيدربهم فطبيعة يصير هذا التناوب فأنا شايف أنه عادي الفارق أنه بلحظة تفوق الميلان لعبت الإنتر من أمام يعني فعليا تفكك خطوصتهم بشكل غريب جدا فالميلان صنع فرص اكتر في عشر دقائق مما ربما صنعوا الانتر كله في التسعين دقائق طبعا في ناس بيقولك انا الدورة لليوفي وعمل السكرينشوت ما انا بشجع اليوفي وخلينا ساكتين ان شاء الله نتأهل دورة ابطالة دربنا فرجها يعني واحد بيقولي انت ضلمت بالناصر بكلامك لا انا ما ضلمت بالناصر بالناصر انا ما ضلمتوش بالصعود بالكرة انا قلت لعبة كويس على الكرة ولعبة كويس بدون كرة تستطيع تفكر فيه كتونالي هي ميزته لكن اللي قلت ببساطة انه لو تيجي تتعامله كجانب انه لاعب صانع العاب متأخر مايسترو لا تونالي افضل لو تيجي تتعامله كلاعب بول وينر او قطع كرات او لاعب يعني بدني قوي كتونالي افضل فانا هذا قصدي في الموضوع هو ما بين الاثنين هو بده مدرب بممكن مدون بيوني او بده يتلاتي محاور او بده شي تاني انا ما تتكلمش عنه مش كويس لا لاعب ممتاز وانا لو اختار بين الاثلاثة لفريق ايلي مثلا اليوبي باخد بالناصر لانو بيعطيني الاثنين ببساطة يعني بيعطيني الاثنين مش بيعطيني واحد استاد محمد ليش شجعت اليوبي وليس ميلان لا الموضوع قصة كثير بسيطة انا انا ناس انا من الناس اللي بلشت احضر دوري ايطالي بالتسعين واحد تسعين قديم انا شوي يعني فلنبلشت اشجع قالوا لي الميلان هذا اقوى فريق وفينا طبع يعني احنا العرب تحديدا كلنا منحبش تشجع القوي كثير فقلت لهم طب يعني مين التاني قالوا لي ميلان والانتر فشجعت يعني يوفنتس والانتر قالوا لي فشجعت اليوفنتس وقتها فراح اليوفنتس جاب الدوري كانو ثلاثة تسعين اربعة تسعين فبعدين خلص صرت احب اليوفي خصوصا انا بلشت اشجع المانيا قبل اليوفي بعدين اكتشفت انه ايجا مولر على اليوفي فالموضوع ركب خلص ضلت اليوفي لليوم انا التعادل بشوفه عادل اللي بسألوني هالتعادل عادل انا بشوفه عادل جدا ليش عادل لانو الانتر سبعين دقيقة تفوق صنع اربع خمس فرص الميلان تفوق بعد الهدف شوي وتفوق اخر عشر دقائق بشكل ساحق وصنع نفس كمية الفرص فالموضوع عادل جدا جدا ميلان عنده اصابات كثيرة طبعا هاد لانقاش فيه والكل بيعرفه عم بتعاملوا معه كثير مهم جدا عم بتعامل محا بشكل بصراحة يعني بشكل كويس جدا واحد بيقول لي بدو روحي لعب ببجي حنوديك تروح تلعب بجي ولا يهمك هل اخطأ ميلان بالتخلي عن شالهان انا او ها كانوا اقوله انا باعتقد انه مش هو تخلى عنه اعتقد اللاعب كان حبي يطلع عراتب افضل ع تجربة جديدة لاعب ممتاز انا بحبه جدا واعتقد انه مهم جدا لعب بيقدر يعمل يعني فارغ كبير اذا من يتكلم واحد بيقول لي انت بالنسبة اليك مين افضل لعب بالدير باليوم من حيث الدفاع اذا بدي افكر بالمدافعين بروح امامل اكتر لتوموري اذا بدي افكر بالمواقف الصعبة في اللقاء بدي اروح اكتر على عيدة الانتر تحديدا شكرا انار في بعض المواقف كان ايضا لعب موجود قوي جدا كتاب شحن في المانيا للأسف كتابي مش متوفر شحن في المانيا اعذروني روما ومورينيو شو اللي قاعد بصير اللي قاعد بصير الشيء الطبيعي مع مورينيو ومع روما انه الفريق ما عنده لسه ثقافة المنافسة ومورينيو باخر الفترات مش عم بدير الفريق الفرق لا تتنهم ولا اخر فريق داره بشكل جيد مورينيو انا اتمنى يروح على مكان يعني ما بعرف ما بعرف شو بصير معه انا بحب مورينيو حزين وطبعا وبتمنى يرجع يتحسن مع روما حاليا عشان بشجع اليوفي وبيدي اليوفي يطلع فوقه بدور الابطاع عشان دور الابطات هل زلتان قادر يلعب سنوات زيادة انا اشك ومش هستبعد انه زلتان يعتزي الناس بيقولولي هل يغير خططه انزادي او يخير خططه بيرلي انا ضد تغيير الخطط الان الفريق خلاص الفريق الماشيني كويس تكمل المباراة طبعا مشاكل ميلان بالاصابات واضحة وانا اعتقد تراكم الاصابات ممكن يكون هو الخصم الرئيسي لهم عشان يبدل شو يفقدوا النقاط بنوصل هون لهذه الحلق واحد يقولي هل اخطف تبديل لياو انا اعتقد لو كان الخطأ كان لازم ريبتش مكان زلتان مثلا ولياو يضل لو بدنا نحكي اما لو بدك تقول ليبتش او رياو نقول وقت لريبتش فرق فرق بشخصية الفريق بالذهب على المرمى هاونا بنوصل لاخر اشي معكم كنت معكم انا محمد عوات شكرا كثير لائلكم والسلام عليكم ورحمة الله